هذا وأكد معالي سقرغباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للمساعدات الإنسانية للاجئين في العديد من دول العالم متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضتها أو فرضها تفشي جائحة كورونا ما جعلها إحدى أكبر الدول المانحة إنسانيا وإنمائيا قياسا إلى دخلها القومي الإجمالي جاء ذلك خلال مشاركة معالي على رأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في المؤتمر البرلماني العالمي المعني بالهجرة والذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم في مدينة إسطنبول وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع الجمعية الوطنية الكبرى التركية ويهدف إلى جمع سلسلة من أفضل الممارسات البرلمانية في موضوع الهجرة واللاجئين وتحديد الخطوات الملموسة التي يمكن للبرلمانات اتخاذها